السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك وعملين ايه فيلم النهوضة ان شاء الله اللي هنتعلم مع انجليزي هو فيلم The Intern The Intern فيلم من الافلام الشريقة جدا فيلم light comedy وعلوه على كده فهو فيلم inspiring من الدرجة الاولى الفيلم بطولة Robert De Niro وان هاثاوي So now let's learn English with The Intern اللي هي force of habit ومعنى force of habit لما تعمل حاجة بتلقائية من غير تفكير ولا تخطيط مجرد انك تعودت انك تعملها بياتعادة عندك زي المثال اللي عندنا في الفيلم هنا هي بتقوله مش كل ما تشوفني لازم تقوم تقف فقال لها force of habit انا بعمل كده بحكم التعود وفي مثال تاني هنسمعه دلوقتي واحدة بتسأل هو ايه اللي يخلي فلانا تجدب فردت ويلت لها force of habit هي متعودة على الكسب انا بحكم التعودة على الكسبب انا بحكم التعودة على الكسبب ومعنى الكلام ده انه بيقولها اننا محتاجين رئيس تنفيذي محنك عنده خبرة كبيرة وعرف بيعمل اكويس اللي هو يساعدك في انجاز مهمك الكبيرة والكثيرة اوي وده يساعد انه يديك قصة من الروح وفي المثال التاني اللي هنسمعه كمان شوية هي خايفة انها تموت ومتعيش مكان تتدفن فيه فهو يقول لها بمنتهى التلقية ولا يهمك ممكن تتدفني معايا انا وزوجتي ومثال كمان بتقول لها ده مش وقت تديني في مسئوليات ومهمة تانية انا عندي اللي انكفيني محطة او صحيح 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 فوه وو المتعرفي oldu وامنوا مفادر لكذا وامنوا مرفوك ها؟ Well I've been trying to figure it out I joined about 10 minutes ago well better late than never So you are on Facebook ها؟ Well I've been trying to figure it out I joined about 10 minutes ago Well better late than never better late than never طبعا كلنا عافين معنى better late than never ان حاجة جيلا كنت تتحقق متاخر أحسن من انها مجيش خالص وهنا بيقول I've been trying to figure it out I have been trying to figure it out. Figure out something. معناها انك تفهم او تحاول تلاقي حل المشكلة ما. Example, if they know the cause of the problem, they might be able to figure out how to prevent it happening again. If they know the cause of the problem, they might be able to figure out how to prevent it happening again. وده معناه انك لو عارف سبب المشكلة هتقدر تلاقي حل او فكرة انك تمنعها من الحدوث مجددا. ده معناه figure out how to prevent it happening again. طيب لو عندك مثلا مشكلة مش لقيلة حل او حاجة مش قادرة تفهمها. تقول ايه? I can't figure this out. I can't figure this out. لو معك مثلا حاجة مش قادرة تتكيبها لعبة مش قادرة تفهم بتتلعب ازاي. I can't figure this out. I can't figure this out. I can't figure this out. ترجمة نانسي قنقر 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 معناها أنك تعمل شيء ممتع ومفيد يستحق العناء والمجهود المبسولين فيه فبتقول وهنا بيقول لما تكون عاوز توصف حاجة وتحب تضخمها وتوصلها الأعلى مستوى ممكن تستخدم التعبير ده فالمثال هنا بيقول أن ضغطه عالي جدا ومثال تاني معنا بيقول إبني في المستشفى والفرتيب غالية جدا موسيقى 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 that one and just move on? it's you call justin. that question just doesn't work for you. السؤال ده مش مناسب ليك. should we just scratch that one? يعني ممكن نشبط عليه. and move on and just move on. وننقل للسؤال اللي بعده. move on. لما تحب تنقل أو تبتدي في حاجة جديدة بتقول move on. it's time to move on. it's time to move on. فرد عليه البقاء هنا وقال له ايه. it's you call justin. it's you call justin. ومعنى it's you call ان القرار قرارك انت. it's your decision. nobody can make this decision for you. it's your decision. nobody can make this decision for you. something i always wanted you to know steve. it was never my call. something i always wanted you to know steve. it was never my call. sir i honestly don't think you're in any position to make that call. i was the u.s treasury secretary. i'm in some position to make that call. sir i honestly don't think you're in any position to make that call. i was the u.s treasury secretary. i'm in some position. ben are you gonna wear a suit every day? you bet. confident. i like how you roll. i like it a lot. hey ben are you gonna wear a suit every day? you bet. confident. i like how لما تقول للحد يبقى أنت بتأكد على كلامه كي أنك بتقول له من المؤكد أو بلا شك فهو بيسأله انت هتلبس البتلى دي كل يوم في الشغل فقال له يبت بالتأكيد فرد عليه وقال له ومعنى يعني ازاي انت بتعيش حياتك ازاي بتفكر ازاي بتلبس فلما تقول لحد معناه انك معجب بستايل ما في حياته فكره طريقة لبسه طريقة شغله وهكذا ونفس المعنى لو قلت كأنك بتأكد على الطريقة وعلى الستايل اللي انت بتتبعه في حياتك في شغلك في لبسك في فكرك وهكذا مثال على كده تبقى نفسك بسرعة ٹ٠٠٠٠٠٠ كماني يامًا، هذا كبير أرول تبقى تبقى يامًا، اذا كبير أرول تبقى ٹ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ثاني سيفرالة مبدأ تبعون مبدأ تبعون 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 احبون مبدأ مبدأ وغير اشتركوا في القناة هي سرية تماما strictly confidential فرد عليها وقال لها goes without saying goes without saying said to mean that something is obvious that it does not need to be said or explained كأنه بيقول ده أكيد من غير ما تقولي مش محتاجة تشرحي أي حاجة اسمعها هتكون سرية تماما goes without saying ومثال تاني واحد بيقول لصحبه I hope this goes without saying but whatever happens I want you to know that I will always take care of your family I will always take care of your family مهما يحصل this goes without saying this goes without saying but whatever happens whatever happens I want you to know that I will always take care of your family it helps us goes without saying but it helps us goes without saying but it helps us goes without saying but it helps us goes without saying relax fellas this is going to be a piece of cake relax fellas relax fellas this is gonna be a piece of cake relax fellas & it is gonna be a piece of cake With fellas فالس بتطلق مثلا على الأصدقاء كأنك بتقولهم يا شباب اهدوا ريلاكس فالس وفالس جمع مفردها فالا ريلاكس فالا This is gonna be a piece of cake اللي هي piece of cake أو زي ما بينطقها الامريكانز وبيسا كيك عبارة عن expression بتستخدمه لما تحب توصف حاجة هتعملها إنها هتكون سهلة جدا ومش هتكلفك أي مجهود This is gonna be a piece of cake وبالعمال مصرية بتاعتنا زي السكينة في الحلاوة piece of cake ستركت 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 سترك just like a password in the email then we take the computer Jules said she'd buy her a new one so it's a win-win so it's a win-win win-win situation means you win both ways in a situation انت في الحالتين هتكون كسبان win-win flexible working hours are a win-win situation for employers and employees flexible working hours are a win-win situation for employers and employees بتقول هنا ان ساعات العمل المرنة بدون تقييد الموظف للحضور للعمل في وقت معين ومغادرته في وقت معين ده هيكون شيء مربح ومفيد للموظف ولي صاحب العمل win-win situation win-win situation Jules Moe I'd love someone really you've got better things to do now I need a diversion Jules Moe I'd love someone really you've got better things to do Jules Moe I'd love someone really you've got better things to do now I need a diversion Jules Moe I'd love someone really you've got better things to do now I need a diversion you wanna some help I'd love some but really you've got better things to do no I need a diversion no I need a diversion بتقول له انت عايز مساعدة قال لها اكيد بس انت مشغولة وعندك شغول تاني مش عايز اعطلك فقالت له no I need a diversion no I need a diversion my life is over I'm gonna be a felon and I have not committed a crime Davies pull it together my life is over I'm gonna be a felon وفلن معناها هنا مجرم شخص ارتكب جرائم خطيرة سرقة اتل اختصاب وهكذا فقال له pull it together pull it together و pull it together معناها انك تهدي نفسك وتبتدي تفكر بشكل هادي وسليم pull it together pull it together example I know you are stressed out but you need to pull it together and get this report done I know you are stressed out but you need to pull it together and get this report done انعاف انك متوتة بس لازم تهدي نفسك وتستغم اكوك وتامل الرباط pull it together the most crap idea ever is never gonna work now pull yourself together son this is the most crap idea ever is never gonna work now pull yourself together son this is the most crap idea ever is never gonna work now pull yourself together son money's in the truck we have two and a half million dollars in here if we take it away they're not gonna hurt him they're not gonna kill him for 10 grand you need to pull yourself together 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 sick she probably shouldn't be here tough crowd pagey she's sick she probably shouldn't be here tough crowd pagey she's sick she probably shouldn't be here tough crowd pagey she's sick she probably shouldn't be here tough crowd pagey she's sick she probably shouldn't be here وطاف كراود بتطلق على الناس او الجمهور اللي بيكون صعبة ارضاهم بتقول مثلا نكت لناس ومحدش بيتها فدول تاف كراود بتشح لناس مثلا حاجة معينة ومحدش ميديك اي اهتمام فدول تاف كراود وهكذا ما يجبب ، فوضال توقع فمحاهم وطاف كراود دانcos inm Riot مراحب مInسكن يقول مراحب منا مراحب منا مراحب منا مراحب منا مهند يوم دعوte معناها إن معايا شغول كتير جداً ومشغولة جداً الفترة ديضاً وهنا في الفيلم بيطلب منها تروح معاهم للعشا فقالت له I'm so slammed next week هكون مشغولة جداً الأسبوع الجاي I'm so slammed وبكده نكون خلصنا كل الجمل والكلمات اللي كانت معانا النهاردة هتلاقيها كلها تحت في الدسكريبشن أتمنى نكون استفادنا منها حاجة ونشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله مع فيلم جديد ولانا انجلش with American movies السلام عليكم